من النوازل في كتاب الطهارة مس المصحف عبر شاشة الحاتف المنقول كما تعرفون الآن أنه مع تقدم التقني أصبح يخزن المصحف في الهاتف الجوال الهاتف المنقول وأصبح بإمكان استخدم هذا الجوال أن يقرأ في المصحف الإلكتروني عن طريق الشاشة فلو افترض أنه يريد أن يقرأ القرآن عن طريق هذا الجوال عن طريق المصحف الإلكتروني في الهاتف الجوال وأراد أن يقلم صفحات المصحف هل يجوز له أن يمس شاشة الحاتف المنقول وهو على غير طهارة أم لا قراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة القراءة هو ليس مس المصحف قراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة من الحدث إلا بالنسبة للجنم على خلاف بين العلماء هل هذا على سبيل التحريم أو الكراهة لكن لا تجب الطهارة لقراءة القرآن لأن القرآن هو أشرف الذكر الله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه فلو أردت أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت على غير طهارة فلا بأس لكن الذي تجب له الطهارة هو مس المصحف وعلى هذا المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه تجب الطهارة لمس المصحف خلافة للظاهرية ويعني بعض أهل العلم لا يعول على خلافة الظاهرية في مثل هذه المسائل ولهذا حكي الإجماع على وجوب الطهارة لمس المصحف والمصحف الذي كان في عاد النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي يتنزل من الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن الصحابة ونهى عن كتابة القرآن مدة يعني حتى لا يختلط بالسنة ونحو ذلك ثم بعد ذلك أذن في الكتابة فكتب المصحف في ألواح وفي رقاع وفي كرب النخل ونحو ذلك لكن كان أكثر الصحابة يعتمدون على الحفظ واستمر الأمر على هذا في عهد أبي بكر الصديق ثم لما تسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثر القتلى من القرى جمع أمر أبو بكر الصديق بأن يجمع المصحف جمعة هذه الرقاع والألواح فجمع المصحف ثم رقعة الدولة الإسلامية تتسع أكثر تسعت في عهد عمر ثم تتسعت في عهد عثمان أكثر فحصل الاختلاف في القراءة فرأى الصحابة رضي الله عنهم أن يكتب المصحف وكان رأيا عظيما موفقا مسددا وجمع عثمان الناس على حرف واحد هو حرف قريش وهو الحرف الذي نزلت عليه العرضة الأخيرة لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام في رمضان يدارسه القرآن مرة يعرض عليه القرآن مرة إلا في العام الذي توفي فيه عرض عليه المصحف مرتين فالعرضة الأخيرة هي التي اعتمدها الصحابة رضي الله عنه فجمع عثمان الناس على هذا الحرف وأمر بتحريق جميع المصاحف على الحروف الأخرى الحروف الستة الأخرى وكان هذا رأيا عظيما وفق الله تعالى له صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم طيب القرآن السبع هل القرآن السبع هي الأحرف السبعة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل قرآن على سبعة أحرف نعم من يجيب عن هذا السؤال نعم ليست هي القرآن السبع هي القرآن السبع على الحرف الذي جمع عثمان عليه الناس هي على حرف واحد أما الأحرف الأخرى فرأى الصحابة تحريقها تحريق المصاحف التي على الأحرف الأخرى حرقت كلها لم يبقى منها الشيء فإذا كتب المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه كتب على الإلواح ثم تطورت الكتابة شيئا فشيئا إلى أن جاء الورق فكتب على الورق وكتب من غير تنقيط ثم بعد ذلك يعني أتى التنقيط قيل أنه الذي فعل ذلك أول ما فعل الحجاج من موسف الله أعلم ثم تطورت الصناعة الورقية إلى وقتنا هذا كما ترون أصبح أصبحت العناية بإطباعة المصحف عناية كبيرة وأصبح يطبع في يعني أفضل وأحسن أنواع الورق والحبر و ثم تطورت بعد ذلك الصناعة فأصبح أصبح المصحف يكتب إلكترونيا أو أنه يصور ورقيا ويوضع إلكترونيا هذا المصحف الإلكتروني الآن الذي يوجد في الهواتف المنقولة هل يأخذ حكم المصحف الورقي فتجب الطهارة عند مسه أم لا العلماء المعاصرون اختلفوا في هذه المسألة وأولا لا بد أن نتصور كيفية عمل يعني هذه المصحف الإلكترونية كيف تعمل يقول هذا الاختصاص إنها عبارة عن شارات وذبذبات كهربائية و أنها تعالج عبر برامج المعالجة حتى تخرج على شكل المصحف فأولا إذا كان المصحف إذا كان الجوال مغلقا أو غير مفتوح على المصحف الإلكتروني فعند جميع العلماء أنه يجوز مس شاشة الهاتف المنقول ولا إشكال في هذا ثانيا إذا فتح المصحف الإلكتروني في الهاتف المنقول فهل يجوز مسه من العلماء المعاصرين من قال إنه يأخذ حكم المصحف الورقي ويقول إن هذا تطور للصنعة فإن المصحف الورقي ليس هو المصحف الموجود في عاد النبي عليه الصلاة والسلام الموجود في عاد النبي عليه الصلاة والسلام هو الألواح وكرب النخل ونحو ذلك يقول هذا تطور للصنعة فيأخذ الحكم نفسه وقال أكثر العلماء المعاصرين إنه يجوز مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول واختلف في تخريج ذلك فمنهم من قال إنه لا يأخذ حكم المصحف الورقي لأن هذا المصحف الإلكتروني عبارة عن ذبذبات وشارات كهربائية لكنها تعالج عبر برامج المعالجة ومنهم من قال إنها تخرج على كتب التفسير لأن هذا الهاتف الجوال يوجد فيه مصحف ويوجد فيه برامج أخرى فكأنها كتاب تفسير كأنه كتاب تفسير يجتمل على مصحف وعلى غيره ومنهم من قال إن الحاتف المنقول له شاشتان شاشة داخلية وشاشة خارجية فلو افترضنا لو افترضنا أن المصحف الإلكتروني يأخذ حكم المصحف الورقي فيكون مسه من وراء الشاشة مس له من وراء حائل لأن المس له سيكون عبر الشاشة الخارجية سيكون مس له عبر الشاشة الخارجية فهو مس له من وراء حائل والقول الراجح أنه يجوز مس المصحف الإلكتروني عبر شاشة الهاتف المنقول يجوز ذلك وأما التخريج فالتخريج على كتب التفسير ضعيف لأن جميع العلماء أنه إذا كان الجوال مغلقا أو لم يفتح المصحف الإلكتروني يجوز مسه عند الجميع والقول بأن الذبذبات والشرات الكهربائية تأخذ حكم المصحف أيضا هذا ضعيف لكن مع ذلك لو اعتبرنا هذا القول لأن أصحاب هذا القول ينازعون في هذا يقول هذا تطور صنعة فلو اعتبرنا هذا التخريج صحيحا وأن هذه الذبذبات الشرات الكهربائية أنها تأخذ حكم المصحف الورقي بحكم تطور الصنعة فيبقى التخريج الأخير هو الأرجح والذي لا يرد عليه أي إشكال وهو أن الهاتف المنقول له شاشتان شاشة داخلية وشاشة خارجية ولذلك لو فتحت الآن الجوال ستجد يعني لو كست الشاشة الخارجية أو فكت ستجد أنه من داخل الشاشة الداخلية والمصحف الإلكتروني إنما يكون على الشاشة الداخلية فالذي يمس المصحف يمس الشاشة الخارجية فكأنه مس المصحف الإلكتروني من وراء حائل مس المصحف الإلكتروني من وراء حائل ومس المصحف من وراء حائل لا بأس به وعلى هذا فيجوز المصحف الإلكتروني عبر شاشة الهاتف المنقول من غير طهارة وأرجح التخريجات أنه مس له من وراء حائل لأن الهاتف المنقول له شاشتان داخلية وخارجية فالذي يمس المصحف الإلكتروني يمس إنما يمس الشاشة الخارجية وليس الداخلية وعلى هذا فيكون قد مس المصحف الإلكتروني من وراء حائل ومس المصحف من وراء حائل من غير طهارة لا بأس به